هنا أوكرانيا وهذه نشرة أخبار اليوم تأتيكم من يوائي تيفي في العاصمة كييف أهلا بكم بدأ في أوكرانيا تغريم المخالفين بسبب عدم ارتداء كمامات في وسائل النقل والأماكن العامة الشرطة قالت أنها حررت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر من ألف ضبط إداري معظم الانتهاكات السجلة في أقليم دونيتسك وأودسا وفينيتسا التذرع بالنسيان لم يشفع للمخالفين والشرطة على ما يبدو حازمة في تطبيق هذا البند من قانون المخالفات الإدارية وتولي أثناء عمليات التفتيش اهتماما لضرورة أن تغطي الكمامة الأنفى والفمى تماما خلال يومي العطلة حررت الشرطة ألفاً وثلاثمائة وخمسة وتسعين ضبطاً بموجب الجزء الثالث من المادة الرابعة والأربعين من قانون الجرائم الإدارية في أوكرانيا تتراوح الغرامة بين مائة وسبعين إلى مائتين وخمس وخمسين أهريبنا تعافى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من فيروس كورونا وعاد لمواصلة عمله فوراً زيلنسكي قرر بنفسه إبلاغ الأوكرانيين عبر فيسبوك فسجل رسالة فيديو مباشرة من القصر الرئاسي في هذه الأثناء تلقى مدير مكتب الرئيس أندري إرماك هو أيضاً نتيجة سلبية لاختبار الفيروس كل شيء على ما يرام درجة الحرارة 36.6 أشعر بإيجابية عارمة لأن نتيجة الاختبار سلبية لقد عودت العمل في القصر الرئاسي شكراً جزيلاً لجميع أصدقائي على دعمهم شكراً لجميع الأوكرانيين وللخصوم أقول لقد خاب رجاءكم وجه فلاديمير زيلنسكي خلال اجتماع أجراه مع عضاء الحكومة الأوكرانية عبر الإنترنت باستئناف جميع البرامج الاقتصادية واعتماد مزيد من الإجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال الاجتماع أشار نائب وزير الصحة فيكتور ليشكو إلى استقرار معدلات الإصابة الأسبوعية بالمرض مؤكداً أن الأوكرانيين أصبحوا يتعاملون بمسؤولية أكبر مع تدابير وقيود الحجر الصحي من جانبه أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شمهال أن وزارة التنمية الاقتصادية ستقوم بتحديد التعويضات والمزايا لدعم قطاعي التجارة والزراع الذين تضرر جراء الحجر الصحي يجب أن نبدل قصار جهدنا لتجنب الإغلاق الكامل إلى الآن تظهر الإحصائيات نجاح توقعاتنا فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي ومن المهم أيضاً استئناف جميع البرامج الاقتصادية وبدء برامج جديدة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس فالوضع الوبائي حول العالم يؤثر على الاقتصاد تغيرات مناخية حادة شهدها العديد من مناطق العالم في الآوينة الأخيرة العلماء يعزون هذه التقلبات الجوية إلى الاحتباس الحراري خبراء الأرصاد في أوكرانيا يعيدون بشتاء معتدل يتراوح بين الأمطار الدافئة والسقيع الشديد ماذا يخبئ الشتاء للأوكرانيين هذا العام؟ الإجابة في المادة التالية هذا هو موقع محطة الأرصاد الجوية في كييف حيث تقيس خبيرة الأرصاد الجوية أولغا أوكريينس درجة حرارة الهواء ومعدل رطوبته كل ثلاث ساعات مقياس الزئبق هذا يعمل وفق طريقة محددة ويمكنه التنبؤ بدرجة الحرارة القصوى قبل ثلاث ساعات يوجد أيضا مقياس لحساب نسبة الرطوبة ونستخدمه للمقارنة يجري تسجيل قوة وتجاه الرياح بواسطة جهاز دوار أما ارتفاع الثلوج فيحسب بواسطة مقاييس معينة وتحدد كميات الثلوج والأمطار هنا باستخدام مقياس تريتاكوف ومن ثم ترسل أولغا جميع البيانات إلى مركز الأرصاد الجوية عبر برقية إلكترونية حيث يقوم الخبراء بإنشاء خريطة الطقس يتلقى الخبراء هذه البيانات ويقومون بتحليلها ليحدد مناطق المنخفضات والمرتفعات الجوية ومعرفة الحالة الجوية القادمة نحونا وزمنها أخذين بالحسبان سرعة الرياح يقول الخبراء في مركز الأرصاد أن المهمة الرئيسة هي معرفة تبدلات التقص في الوقت المناسب العواصف الهوائية والثلجية وتكون الجليد إلا أنهم عاجزون عن التنبؤ فيما إذا كانت الثلوج ستهتن مع حلول السنة الجديدة وهم ينصحون بمتابعة نشرات الأرصاد الأسبوعية وفقا لحسابات مراكز الأرصاد العالمية والأوروبية فإنهم من المتوقع أن يكون فصل الشتاء هذا العام أكثر دفءا بمقدار درجة إلى ثلاث درجات عن سابقه أما في أوكرانيا يتوقعون حدوث تقلبات في درجة الحرارة من السقيع وحتى الأجواء الدافئة الشتاء الدافئ هنا يحدث نتيجة تغيرات المناخ ولكن ستشهد بعض الفترات تدنيا شديدا للحرارة في هذا التقص الدافئ على سبيل المثال انخفضت درجات الحرارة في ليلتين في الشرق إلى ناقص عشرين وناقص تسعة عشر لكننا لم نشعر بهذا في كييف كنا نظن أن كل شيء رائع وجميل وأصبحنا نعتقد أن الصفر وناقص ثلاثة هما مؤشرة دخول الشتاء وفي الغرب سجلت درجات حرارة مرتفعة خلال النهار من زائد أربعة عشر إلى زائد خمسة عشر كل هذا في أوكرانيا لذلك يمكن أن يكون الشتاء ناقص عشرين مئوية في منطقة وصفر في منطقة أخرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية فإن موجة السقيعي في الشرق بدأت بالانحصار اليوم كما أن جبهة هوائية باردة تتجه من الغرب إلى الشمال والجنوب الشرقي من أوكرانيا حيث يتوقع هطول أمطار مصعوبة بالثلوج يعج أكثر من سبعمائة هكتار من أراضي إقليم دونيتسك بالألغام والمواد القابلة للانفجار الفرق الفنية المختصة ما زالت تنفذ مهامها في إزالة الألغام وتطهير المناطق المأهولة المحادية لخط الجبهة الفاصل فريقنا الصحفي تابع تنفيذ العملية في منطقة قريبة من قرية هنوتوفو على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من المناطق غير الخاضعة لسيطرة أوكرانيا وأرسل لنا التقرير التالي ارتدوا الأقنعة والنباشر العمل على امتداد ثلاثة عشر هكتاراً لم تزرع هذه الأراضي منذ ست سنوات السكان هنا يخشون الألغام والمواد المتفجرة في هذا الحقل المليء بالقذائف غير المتفجرة يعمل خبراء المتفجرات منذ عدة أيام بعد تقسيمه إلى مربعات تفحص أربع مجموعات كل سنتيمتر من الحقل المجموعة الواحدة مكونة من خمسة أشخاص في خمسة الأيام السابقة أزلنا عدداً من القذائف غير المتفجرة منها قذائف مدفعية من عيار ثلاثة وعشرين وقنابل علامة تحذير وأشريطة وقياة وضعها الخبراء في منطقة العمل أما المركز فيقع على بعد ثلاثمائة متر نلتزم بالمباعد بين أعضاء الفريق لمسافة آمنة تبلغ ستة وعشرين متراً وهم يتمركزون على طول محيط الحقل كما هم الآن قاربين من حدود المواقع التي كانت تعسكر هنا تبرعت بالمعدات والأجهزة اللازمة المنظمة الخيرية البريطانية ذهالو ترس المتخصصة في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة نستخدم هذا الجهاز الذي يصدر إشارات معينة أثناء البحث نستطيع من خلالها تحديد الأماكن وفقاً لتقديرات خبراء إزالة الألغام فإن تطهير الحقول بالقرب من هنوتوفو سيستغرق ما لا يقل عن عام ونصف 700 ألف هكتار من أراضي دنباس التي تسيطر عليها أوكرانيا لا تزال تعج بالمواد المتفجرة معظمها في إقليم دانيتسك عثرنا في هذه المنطقة على مواد قابلة للانفجار تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية فما بالك بحرب دنباس التي دخلت عامها السادس ولهذا نعتقد أن تطهير الإقليم سيحتاج لعقود من العمل تعتزم فرق إزالة الألغام تطهير كافة المناطق القريبة من الخط الفاصل في الدنباس بحلول منتصف ديسمبر المقبل من المقرر أن تجري لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي حلقة نقاش عبر الإنترنت مع المعارض الروسي ألكسي نافالني وزميله فلاديمير ميلوف يوم الجمعة المقبل الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات في أكتوبر الفائت على مسؤولين روس متورطين بتسميم نافالني الذي تعرض لنوبة ألام شديدة في العشرين من أغسطس دخل على إثرها في غيبوبة استمرت عشرين يوما على إثرها أكدت ثلاثة مختبرات أوروبية وجود بقايا مادة سامة في جسده من مجموعة نوفيتشوك يستمر نازحون بالعودة إلى مناطق ناجورني قرباخ المحررة وتعود الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول حافلات تقل ألفا وأربعمائة شخصا من الأرمن الذين فروا بسبب القتال إلى خانكندي تحت إشراف بعثة حفظ السلام الروسية وذلك عملا باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته باكو ويريفان وموسكو في العاشر من نوفمبر الجاري تتزايد أعداد العائدين تدريجيا قريبا ستعود الحياة لطبيعتها المهم أن يستمر الهدوء والسلام لأنهما يؤمنان بحق الحياة حتى لأضعف المخلوقات ترك هذان الزوجان حياة المدينة وقصدا قرية في إقليم فينيتسا وأسسان مزرعة يربيان فيها الأبقار التي كانت معدة للذبح وينتجان مشتقات اللبن والحليب ويبيعانه للسكان المحليين فريقنا قصد الزوجين السعيدين رفقة الأبقار السعيدة وعاد بهذا التقرير كان من البقرر يذبح هذه الأجلى قبل ثلاث سنوات لكنها أنقذت على يد زوجين من محبي الحيوانات عند معرفة ذلك اشتريها من المالك وقام بتربيتها لم نستطع تجاهل أن هذا الكائن سيساق إلى الذبح ويلقى حتفه من دنيبرو انتقلت إيرينا ونيكيتا إلى قرية بوشا دعا شقتهما في المدينة وقدما للعيش في أحضان الطبيعة في منزلهما الجديد قرر فتح مأوى للأبقار التي يشتريانها من السكان المحليين هذه الكائنات يجب أن تعيش وتفرح وتسعد بحياتها لا ينبغي لأحد أن يضربها أو يسيئ إليها بل أن تترك على طبيعتها الناس بالطبع مندهشون للغاية من تصرفنا ربما لأن قلة يفهمون جوهر ما نفعله يعتبروننا غريبين بعض الشيء هذه الأسرة الشابة نباتية وتعتنق البودية الأبقار بالنسبة لهما حيوانات مقدسة وهذا ما لا يفهمه الجميع في القرية بطبيعة الحال يوجد أشخاص يشبهوننا في التفكير من دائرة الأقارب والأصدقاء المقربين ورغم ذلك يكمن جوهر مهمتنا في جذب أكبر قدر ممكن من اهتمام الناس والمجتمع نيكيتا يهتم بأعمال الحظيرة في هذا الوقت تحلب إيرينا الأبقار وتصنع من حليبها اللبن والجبن وفي هذا تساعدها نسوة من القرية تناقصت أعداد الأبقار في القرى كثيرا ومن الرائع أن يوجد من يقوم بتربيتها والاعتناء بها فبفضل هؤلاء المربين يمكن تناول الحليب واللبن والجبن الطبيعي لأن هذه الأمور أصبحت نادرة حتى في الأرياف لثلاث سنوات كان لدى الزوجين ستة عجول هما ينتظران ستة أخرى في الربيع يجمع لكيتا الأموال من المانحين والمتطوعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي ويحلم بتنظيم بزرعة كبيرة لتهيئة ظروف مريحة للأبقار التي سيجري إنقاذها مستقبلا نهاية النشرة قدمناها لكم من يو اي تي في شكرا لحسن المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة